جوزيجو ميز ومعيني الشعباني كان فيه بينهم تصريحات كده متبادلة لو جوزيجو ميز الزمالك فريق اكبر من نهضة بركان او الزمالك كنادي اكبر من نهضة بركان فراح رد جوزيجو اه رح رد معيني الشعباني قال ما برمتز في مصر فريق مش كبير وملوش جمهوري عملوش مش كبير تاريخيا يعني وهو دلوقتي متصدر الدوري احنا لينا لقاء خاص هنزيعه بعد شوية مع معيني الشعباني بالمناسبة في اللقاء الخاص ده معيني الشعباني في كواليسه قال انه فهم تصريحات جوزيجو ميز غلط ولما سمع صح فهم انه الامر ما فيهوش تقديم من نهضة بركان جوزيجو ميز يقصد انه تاريخ نادي الزمالك بطبيعة الحال بطبيعة الحال تاريخ نادي الزمالك اكبر من تاريخ نهضة بركان يعني مثلا مثلا يعني لو برمتز وبرمتز كفرقة دلوقتي مثلا افضل من فرقة التراجي كاسكواد وكلعيبة بس لو برمتز لعب التراجي ما التراجي في التاريخ اكبر من نهضة بركان دي حاجة مش هتزعلنا في التاريخ بس احنا بنتكلم على التاريخ والحاضر لو انت يا معيني الشعباني شايف انه حاضر نهضة بركان افضل ده من حقك كمدرد بتقول كده لكن التاريخ اكيد لصالح الزمالك مفيش حد هيقدر ينكر ده ولا عيب نهضة بركان ولا مدير فان نهضة بركان وجوزيجو ميز انا في رائع ما اخطأ شواء ان كان كان ممكن يعني ما خشش في الحيطة دي عشان انا دايما بخاف من الجمل اللي تحمل معنايين تعمل حالية من الجدد بس الموضوع خلص والراجل معيني الشعباني كمان زي ما قلت لكم قبل الحوار الخاص اللي عملناه معاه من فندق اقامة الفريق ليلة مباراة الزمالك اللي عزيه وبعد شوية كان متفاهم هذا الامر جيد